السلام عليكم يا رب تكونوا كويسين وبخير النهاردة عاوز اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا وخطير جدا وهو ليه الاحتفال من ميلاد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعتبر شرك بالله كلنا متفقين ان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما وردش اي حديث عن رسول الله او عن غيره بيقول ان الصحابة مثلا كانوا بيحتفلوا بيد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام واللي خلى النصارى تقول على رسول الله عيسى بن مريم انه ابن الله هي المبلغة فيه باعياد الميلاد فاعياد الميلاد بتجلب التعظيم والتعظيم بيجلب المبلغة والمبلغة بتؤدي للشرك لاننا كده بنعظم وبنبالغ في شخص عبد من عباد ربنا وزي ما قلنا المبلغة بتؤدي للشرك واكبر دليل على الكلام ده هو ان فتنة النصارى كانت بسبب مبلغتهم بغير الحق في ميلاد المسيح بتعظيم شخصه لغاية من المبلغة خلتهم جيل بعد جيل يقولوا ان رسول الله عيسى بن مريم هو ابن الله لحد ما وصلوا للكفر لما طائفا منهم قالت ان عيسى رسول الله هو الله نفسه ولو حد قال احنا بنعمل مولد نبوي حبا في رسول الله هرد عليه واقول ان حب رسول الله مش في تعظيم شخص الرسول نفسه رغم ان رسول الله محمد لازم يكون احب الينا من ابائنا وامهاتنا واولادنا ومن خلق الله كلهم وده مش حبا في شخص الرسول قد ما هو حب في ربنا يعني حبكم لمحمد رسول الله لازم يكون من جدة حبكم من ربنا فتتبعوا الرسالة اللي جالكم بيها علشان ربنا يحبكم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيما فحب الرسول مش في اني اعمله عيد ميلاد حب الرسول في الاقتداء بيه مش في عمل شيء هو نهى عن فعله حب الرسول وساعدته انك تتبعه وتعظم شعائل ربنا اللي جي بيها وتصلي عليه بعد كل صلاة وتدعيله بالرحمة وان ربنا يجزيل خير لصبره على ازاك كفار وتحمله لكتير من الاهانات والسخريات عشان يبلغ رسالة ربنا لينا تعالوا نتخيل اننا ولو صدقت وجهة نظرنا اننا بنحب الرسول اكتر من استحابه وكنا في زمنه وروحنا قلنا له احنا عمللنا كالنهاردة عيد ميلاد تفتكروا كان هيرد يقول ايه اكيد مش هيكون رده هو رد اللي تعمله سيربرايز بارتي لكن هيقول اللي قاله فعلا في حديثه وقال الكل خلفه الا من رحمه ربي واللي بيقول لا تعظموني كما تعظم النصارى انبياءهم ممكن حد يسأل ويقول طب ايه الدرر من البدعة دي يعني ايه بدعة محمودة بتفكرنا بالرسول عليه الصلاة والسلام هرد واقول ان لما بتميز حد بالاحتفال بشخصه هيخليك تعمل فيه اللي يوصلك للشرك ولو قلتلي لا طبعا هقولك للأسف الموضوع بقى فعل ماضي يعني المسلمين اخدت النبي شفيع قدام ربنا مع ان ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وكمان المسلمين تنزل سيدنا محمد عن درجة الوسيلة اللي ربنا امرنا كلنا نتنافس عليها بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون واللي كمان رسول الله قال عنها سألوا الله الوسيلة فانها منزل في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو واخطاء كتير جدا ارتكابها ولسه بيرتكابها المسلمين في حق ربنا وفي حق الرسول بسبب المبلغة والتعظيم بغير الحق لان التعظيم لله والشعائره بس مش بيكون تعظيم لعباد الله نفسهم المهم ان زيادة تعظيم سيدنا محمد خلته في قلوب المسلمين وبطريقة غير مباشرة وغير واضحة زي ابن الربنا خط احمر بيننا وبين ربنا لا يمكن ان احنا نعديه لما نحب نتنافس في حب الله وقربه يعني محدش ممكن يكون اقرب واحب عبد الربنا من الرسول رغم ان ربنا نهى عن المعتقد ده وده بيجعله بطريقة غير مباشرة ابن الربنا عشان الابن بس هو اللي اولى بابوه فلو سألنا النصارى هل ممكن تنفسه المسيح على حب الله وقربه هيقوله ازاي يعني ننافس ابن الله في حب الله وقربه والابن اولى بابوه طب لو سألنا المسلمين هل ممكن تنافس محمد رسول الله في حب الله وقربه هيقولك برضو ازاي يعني ننافس حبيب ربنا في حب الله وقربه فتشابهت قلوبهم مع النصارى لما بدأوا باتباعة عظيمهم لشخص أنبياءهم بداية من عمل أعياد الميلاد ولو كلامكم صحيح أن أعياد الميلاد للرسل والأنبياء شيء ما فيهوش مشكلة أو حرمانية كان هيبقى رسول الله أولى أنه يشارك النصارى في الاحتفال بعيد ميلاد المسيح عيسى بن مريم نظراً لحبه لي وهيوصينا إحنا كمان نحتفل معاهم فلو إحنا بصنا للموضوع من برة هنلاقي أنه عندنا زي الكريسمس كده بس بدلاً من الاحتفال يكون بمناد رسول الله عيسى بيكون باحتفال برسول الله محمد فيارتنا اكتفي باللي ربنا أمرنا به من حق النبي علينا وهو حبه أكتر من نفسنا وأهلنا وأولادنا ونصرته باتباع سنته الصحيحة الموافقة للقرآن وبتقبيه الأحكام اللي القرآن جيبيها فحب الرسول أكيد مش في شيء هو بنفسه ونها عن فعله وبكده أكون خلصت كلامي معاكم باللي تعلمته من بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني يارب أكون قدرت أوصل لكم المعلومة بسطوك بسيط وهسيب لكم لينك للبيانات اللي تتكلم عن موضوع النهاردة عشان تفكروا فيها كويس تحت الفيديو السلام عليكم